اشتركوا في القناة المحطة الاولى من محطات السلام وهي محطة السلام في العيش مع الله سبحانه وتعالى احنا كتبين على المحطة دي شعار كده وهو شعار ان السلام يكون في البقاء في حضرة مولانا سبحانه وتعالى النهاردة ان نتكلم بقى بعد ما تكلمنا في اول يوم عن سلام المحبة سلام المحبة الربانية وتكلمنا في تاني يوم عن سلام الافتقار الى الله سبحانه وتعالى عن تكلم النهاردة عن نوع من انواع السلام واحنا بنتعامل مع الله لا يستطيع الانسان ان يفر من احتياجه اليه وخاصة في شهر العبادة وشهر الرحمة وشهر المغفرة والعتق من النيران معنى من معاني السلام الراقي معنى من معاني السلام المركزي في قلب العبد المؤمن اذا اتشال السلام ده من قلب العبد المؤمن بيعيش في ضياع السلام دوت هو سلام الفضل الرباني اني الانسان عشته كلها حياته كلها عبارة عن فضل من الله سبحانه وتعالى احنا بنرصد واحنا بنحضر للحلقة دي بنرصد الواقع وبنشوف ايه اللي موجود في الواقع فلقينا الاحصائية بتقول في عشرين تلاتة وعشرين ان نتائج المحل القومي لمسألة العلاقة ومسألة الصحة النفسية بتقول اني اربعة وعشرين وسبعة في المية من المصريين بيعانوا من الاعراض التي تتعلق بالاضطراب النفسي واعراض النفسية ده معنى اني واحد من اربعة من الاشخاص المفحوصين لديهم عرض او اضطراب نفسي او مر في حياته ببعض الاضطرابات النفسية ودي من وجهة نظري احد اهم اسباب فقد السلام وعدم العيش والاحساس بفضل الرباني عارفين ليه؟ تعالوا اقول لكم الانسان اذا فقد الاحساس بسلام الفضل الرباني يحصل له ايه؟ اول حاجة الانسان لو فقد الاحساس بسلام الفضل الرباني يحس بانه هو مضطر يعمل ايه؟ ينحط في الصخر مضطر انه هو يطلع جبال الاهوال مضطر يقابل الوحش مضطر يقابل الناس كلها وصدره عاري ويطعنوه ويقزوه والصور اللي موجودة في حياتنا بتأكد ده بتأكد ان الانسان عايش في حالة من حالات الضنك والكد وهي دي مش الحقيقة الحقيقة ان انت لازم تعرف ان فيه افة بتأثر على سلامنا النفساني جدا 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 هذه الافة بتحصل وهي دي اللي بتعمل المتولية وهي دي اللي بتوصلنا لهذا الشعور ايه هي الافة دي؟ انتوا معلش هتبقوا معايا ونتناقش مع بعض في المفاهيم اللي احنا هنتكلم عنها يعني ان مفاهيم في الحقيقة هي دي المفاهيم التي افسدت قلوب الناس وخاصة في المئة السنة الاخيرة مفهوم زي ايه؟ بيفسد علينا سلامنا النفسي وبيفسد علينا كمان سلام فضل الله اللي هو ايه بقى؟ ايه المفهوم الخطر اللي انت قعدت تخوفنا منه؟ مفهوم بزناسة العبادة يعني ايه بزناسة العبادة؟ انت تحول العبادة الى بيزنس يعني ايه؟ يعني الواحد منتظر مقابل مقابل كمي مقابل كمي ودنيوي سريع على عبادته زي النظر للعبادة على انها مثلا انا بعبد الله سبحانه وتعالى في اوقات الازمات عشان اخرج من ازمتي بس فبروح للعبادة وقت الازمة عشان حل المشكلة فانا بدفع عبادة عشان اخد من ناحية التانية حل مشكلة انا بدفع عبادة عشان الكآبة اللي عندي تروح انا بدفع ذكر عشان الاضطراب النفسي يروح الحقيقة المفهوم ده مش صحيح لان في الحقيقة العبادة لم تشرع لذلك العبادة شرعت للوسط الصحيح للنسان بيذهب عنه همومه وينصلح حاله لان العبادة مليئة بالوصل فعندما يأتي وصل الله وعندما يأتي قرب الله فلا يكون هناك مكان لأي شيء اخر فالعبادة نعم لها اثر ويأثرها ان هي تطهر قلب العبد واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعي وتدعي اذا دعان صحيح بس بالاساس ان العبد عبد الله مش عشان يأخذ المكافأة ولا عشان يأخذ المقابل هو ليس بينه وبين الله معاملة وليس بينه وبين الله تعاقد لكن الذي بينه وبين الله العبودية التي تجعل العبد على الدوام موصول مع الله سبحانه تعالى وعشان كده هذا المعنى اللي هو الوصل وان احنا في معية الله هو ده اللي بيوصلنا الى سلامنا النفسي ويمكن ده واضح جدا في عبادة الصيام لما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال عن بعض الناس اللي هم لم يفهموا حقيقة الوصل اللي في الصيام اللي في قوله في قوله تعالى فيما روى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة فإنه لي وأنا أجهز به فبعض الناس مبفهمشده فيدخلوا في هذه الآفة التي تكلم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر يعني العبادة ليس لها مردود عليه ليس هناك وصل في قلبي وكأن حضرة النبي بيقول له صم فإنك لم تصم قم فإنك لم تقم وعلشان كده أصبحنا كأننا كأن العبادة غير موجودة وكأننا ما بنعبودش الله سبحانه وتعالى لأن العبادة أصبحت جافة أنا بقسم العبادة التقسيم اللي قسمه الإمام النووي وقسمه كثير من العلماء ونقلوا كمان الحافظ بن الرجل العبادة عندنا بتنقسم إلى ثلاث صور من العبادات في عبادة العبيد وفي عبادة التجار وفي عبادة الأحرار فعبادة العبيد هي أن الإنسان يعبد الله سبحانه وتعالى فقط خوفاً من النار أو للابتعادي عن المدار العبد بيعمل كده بيسمع كلام سيده خايف من العصى ولذلك والعبد يقرع بالعصى فهو خايف من العصى وفي عبادة تانية النوات التانية من العبادة هي عبادة التجار هو أن أنت تعبد الله لكي تحصل على الجنة فإيه اللي حاصل؟ ففين المقصد؟ أحدهم مقصده الفرار من النار والتاني مقصده الحصول على الجنة هو أحد قال إن إحنا ما نطلبش الجنة وما نطلبش الجنة وما نفرش من النار أبداً بس كيف يكون لنا مقصد يحقق لنا ذلك هو أن نطلب الغفار فيحصل لنا ده كله الحكتين دولا مقاصد جيدة مقاصد حسنة مقاصد جميلة لكن ليس هذا هو آخر مقصود الله هو مقصود الكل نحن مقصودنا هو الله وأن إلى ربك المنتهى عندما نكون بقى مع الله يقين من النار أليس الله بكاف عبده ويعطينا الجنة ادخلوها بسلام آمنين يبقى أنت لما تكون مع الله سينجيك من النار ويدخلك الجنة لأنه هو ده المكان الذي ينزل فيه الأبرار الذين يحبهم الغفار وهو ده شيء عظيم للغاية وده شيء من عطاء الله سبحانه وتعالى بس المقصد هو الله سبحانه وتعالى النوع الثالث من العبادة هي عبادة الأحرار إننا أتحرر وإن معنى أننا أتحرر إننا نتعلق برضى الله فقط لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتقاء مرضات الله أنا عايز رضى الله فأتحرم من البحث عن أي شيء وأقصد فقط إننا مراد هو الله إزاي تقسيمات التلاتة دول للعبادة نقدر نفهم بيهم إيه اللي حصل لنا وليه الناس بزناست العبادة وإزاي بزناست العبادة دي إيه اللي حصلت كسرت فينا سلامنا النفسي وحرمتنا للأسف من سلام الفضل الرباني ده اللي أنا أعرفه ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم مكملين مع سلام الفضل الرباني وتكلمنا على تلات أنواع من العباد تلات أنواع من العبادة عبادة العبيد وعبادة التجار وعبادة الأحرار وعبادة الحر ده اللي بيبقى فيها اللسان قلب العبد بيقول إن هو تحرر من كل أوهامه فبيقول أنا خائف من ألا يرضى عني فيظل يعبد الله بحسا عن رضاه لأنك تبحث عن ما يليق بالله سبحانه وتعالى هنا بقى يتحقق في العبد ما كان الله ما كان لله دام واتصل هنا العبد بيفعل العبادة لله يبقى يبقى لما يفعل العبادة لله ويكون متصلا بالله يدوم أثرها لأن قلبك يكون متعلق بمرضات الله سبحانه وتعالى برضاه وأنت تعلم أنه ملك الملوك وتعلم أنه واسع وتعلم أنه في كل وقت لطيف بك وأنت تعرف لطفه سبحانه وتعالى وتعرف محبته كما قدمنا يبقى إيه اللي حاصل؟ ومحبته لك تجعلك تقبل عليه ومعرفتك به وبوسعه تجعلك تعبده على الدوام هنا في الوقت ده هتبقى فهمت معنى العبادة أن أنت رايح للعبادة رايح لساحة الوسع لساحة المحبة لساحة العطاء لساحة القرب وسعتها يبقى معنى حب العبادة هو عبادة الحب هو أن تعبد الله حبا حبا وانت كايبين الكلام تعبد الله حبا منين؟ هو حضرة النبي قال في تعريف الإيمان ماذا؟ لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وحضرة النبي قال فيما روى عن رب العزة ويظل عبدي أتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه يبقى إذن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونه يحببكم الله يبقى تحب العبادة وتتعلق بيها وهو دوة اللي خل الرجل في السبعة لما قلبه تعلق بالمساجد تعلق بالله وتتعلق برضى الله سبحانه وتعالى عنك وفي نفس الوقت عبادة الحب دي هو أن تعبد الله سبحانه وتعالى بالحب اللي سمى الإمام النووي عبادة الأحرار أنا أقول لكم نموذج واضح أوي أوي عحنا عارفينه كلنا اللي بيحل المشاكل مش العبادة في حد ذاتها وإنما التعلق برب الأرض والسماوات والنظر إلى إن الله سبحانه وتعالى كل ما يأتيك منه محض فضل من الله ولذلك قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحه يبقى إحنا بنفرح بإيه؟ برحمة الله وبفضلي لأن كل حياتنا كلها هي محض فضل الله سبحانه وتعالى وعشان أبيدكم الكلام ده تعالوا نعيش شوية مع سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام لما ألقي في النار روي أن سيدنا جبريل جاءه فقال سل يعني ادعي أو اطلب فقال حسبي من سؤالي علمه بحالي يعني يكفيني عن سؤالي أن أسأل أن الله يعلم حالي وفي رواية ذكرها الإمام سيدنا عبد الله بن عباس في تفسير هذه آيات الكلام عن قصة سيدنا إبراهيم أنه قال حسبي الله ونعم الوكيل يبقى إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل بعد كده لما تعلق سيدنا إبراهيم بالله سبحانه وتعالى اسمع كده قال إيه يا نار كوني بردا وسلام قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فورا النار تتحول إلى سلام أيه بردا وسلاما أو السلام بتاعنا سلام الفضل اللي رباني ظهره ولو لاحظت إيه اللي حصل؟ ما كانش الكلام يا نار كوني بردا وبس لكن كان إيه؟ بردا وسلاما أضف إلى البرد الإيه؟ السلام عشان ينقذ سيدنا إبراهيم من كل الآفات لأنه هو السلام دوت هو اللي بيحسس الإنسان بفضل الله سبحانه وتعالى ويمكن عشان كده ربنا وصانا بحسب الله ونعم الوكيل علشان نواجه المشاكل فقال في سورة أهل عمران الذين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل إيه اللي حاصم؟ حسبنا الله ونعم الوكيل يعني أنا في فضل الله وكأن الله يقول إذا دخل شوف الكلام بقى إذا دخل المحبون في حضرتي فإن حضرتي مكتوب عليها يا تجليات أنواري كوني بردا وسلاما على أحبابي فما يحترقش الحبيب اللي يدخل وإذا دخل المحبون لا يحترقون ولكن يشرقون يتنورون ولذلك أنت عندما تدخل العبادة لما تدخل مثلا الصلاة تخرج منها وتزداد شوقا إلى الله مش تزداد إيه اكتفاءا عن الله لا تزداد شوقا لأن العبادة كانت حبا في العبادة فيتتحول العبادة من حب العبادة إلى عبادة الحب وكله وانت خلاص كنت في لقاء الله وكله شوق يبرد باللقاء لا يعول عليه احنا بنزداد شوقا لما نقابل أحبابنا فقبل الصلاة يكون الإنسان مشتاق إلى الله لأنك ستقبل على الله سبحانه وتعالى وفي الصلاة أنت ستلقى الله لأن الصلاة صلة بين العبد وربي فتأخذ من الصلاة وقد استدت شوقا وده اللي يفسرك أني ببعض الأحيين لما بنروح عند حضرة النبي نبكي مع أني احنا في لقاء يبقى إيه اللي حاصل؟ لأن في اللقاء يزداد الشوق عند المحبين وعشان كده رسول الله صلى الله كان يقول أرحنا بالصلاة يا بلال ليس معنى أرحنا أي لكي تنتهي مشاكلنا ولكن أرحنا يعني أبرد شوقنا بزيادة الشوق أبرد شوقنا بزيادة الشوق وكأنه يدخل فيه ولئن شكرتم لأزيدنكم أزيدكم شوق وحبي لله سبحانه وتعالى إذا كان الإيمان هو الحب فيزداد الإنسان حبا لله سبحانه وتعالى طب وإيه المضر إن الإنسان يبازنس العلاقة يبازنس العبادة العبادة ستتحول إلى مصلحة فيكون المقصود المصلحة فيشعر الإنسان بأن العبادة في الحقيقة لا دور لها في قلبه ولا دور لها في أنوار حياته ولا دور لها في علاقته بالناس فيشعر إنه هو فارغ لكن لما يعبد الله سبحانه وتعالى عبادة الحب ويتأقن بأنه مع الله سبحانه وتعالى يكون غارقا في فضله يبقى إيه اللي حاصل؟ يشعر الإنسان بأن فضل الله يليق بكمال الله يليق بجمال الله فيبقى هو إذن كل ما يحس بأنه هو عبد فضل إيه اللي حاصل؟ يشعر بأن حياته سهلة هينة لينة أنتم متصورين أن العبد اللي ربنا حرم جسده على النار اللي هو القريب الهين اللين ده ليه؟ لأنه هو حاسس بأهي اللي ليه؟ لأنه حاسس بفضل الله ما بيصرحش حد على حاجة لأنه عنده فضل الله الكبير قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحه وخير مما يجمعون يبقى إيه اللي حاصل؟ هو حاسس أنه هو بفضل الله فعنده سلام فلا هو بيصارح حد على لؤمة عيش لأنه عارف أن فضل الله يغمره ولا هو بيقاتل حد على مكان ولا منصب ولا هو بيأذي حد عشان هو يحس أنه هو بيظهر قوته عشان يحمي نفسه لا هو غارق في فضل الله فغارق في فضل الله فهو ساكن لا يحس بأنه يحتاج إلى أي شيء من أشياء التعب والعنت طب إيه اللي عن أعمله عشان نحس بقى نخوض تجربة العيش بسلام الفضل الرباني أول حاجة لا تفعل العباد وأنت تنتظر مقابلاً من الله ليه؟ لأن الله أكرم من أن ينتظر منه مقابل الله سبحانه وتعالى سيعطيك ليس معنا هذا أن إحنا لا نرجو الله بل نرجو الله فيه فرق ما بين الرجاء وأن أنت تكون محدد شيء يكون مقابل لهذه العبادة لا خلي قلبك وأقبل على الله سبحانه وتعالى وإنما يفعل العبادة بقى ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى فإذا ابتغيت وجه الله يعطيك على قدره لا على قدرك تاني حاجة لو سمحتم خذوا عشر ثواني قبل العبادة واجعلوا قلوبكم تتجه اتجاه المحبين إلى الله سبحانه وتعالى وكلموا مولاكم قولوا المولاكم كده يا سلام اللهم إني قد طرحت كل شيء خلفي وجئتك وحدك أرجو رضاك فإن كنت مسيئا ولا أحسن في عبادتي فاللهم إني أسألك أن تصلح ما أسأت وما أفسد وتبت إليك وارضى اللهم عني وانظر إلي بنظر الرضا حتى تشعل قلبي بالشوق إليك يا سلام اللهم إن كان هذا جهدي وأنت تعرف ضعفي ومتى عشت وحدي بلا مددك يا صاحب المدد أدم علي أنوارك التي تنزل علي وأدم علي نظرك إلي واكشف لي وارفع عني حجوي حتى أراك في كل ما رأيت فاللهم اهدني إليك من أقرب طريق اللهم اهدني إليك من أقرب طريق وندعو الله سبحانه وتعالى على الدوام أن يجعلنا من أهل سلام الفضل ويا حبذا لو قلت لمولاك يا سعدي ويا سندي أنت وحدك مددي يا سيدي خذ بي يدي ولا تتركني لي ولا تترك في يوم ولا في ليلة أن تحمد الله مئة مرة على الأقل على ما وهبك الله من فضله ولو أردت أن تشعل في قلبك وأن تذوق حلاوة سلام الفضل إذا قلت الحمد لله فقل الحمد لله واستشعر نعمة البصر وقل الحمد لله واستشعر نعمة المحبة واستشعر نعمة القرب من الله فإنها نعم لا تساويها نعم ولو أخذت المئة حمد كلها في حمد نعمة القرب والمعية الربانية لا شكرته في فضل لا تستطيع أن توفيه بحمد الحمد لله على أنك قريب الحمد لله على أنك تفضلت علينا بأن أدخلتنا في معيتك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين احكونا عن تجربتكم وعملتوا إيه لما عشتوا بسلام الفضل الرباني منتظرين هذه الأنوار منكم عسى الله سبحانه وتعالى على الدوام يجمعنا على فضله وعلى كرمه فاصل ونتلقى أسئلتكم المباركة ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل بجأن الحضراتكم ومعنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بينامج والله تعسره اللي إحنا منتظرين منتظرين أن أنتوا تحكونا عن تجربكم لما عشتوا بسلام الفضل الرباني وأن إزاي الأنوار دي ممكن إنسان يعيش بيها في كل حياته يعني أقول لكم نصيحة إذا أنت لم تجرب هذا السلام فمتى تجربه هذا السلام وهذا وقته فعليك أن تجربه واحكينا وتعالى نتكلم مع بعض إزاي ممكن السلام ده يخلى حياتك حياة أي عند الله وتخرج من ضيقك على ساعة رحمة رب العالمين وتعالوا نتلقى أول سؤال وصلنا النهار أول سؤال عندنا النهاردة الأستاذ معتز من أهلية أستاذ معتز إزاي دكتور الحمد لله إزاي حضرتك يا فندم كل السلام حضرتك طيب وبرك الله فيك وجزاك الله خير وجزاكم الله كل خير يا أستاذ معتز كل السلام وأنت طيب وأنت طيب يا فندم الله خليك معلش يا فندم معده إذنك أنا كان معاه مبلغ من المال طيب وكنت عينه بجوز بنتي يعني والحمد لله ربنا قدرني وخلصت جهازها والمبلغ ده عد عليه سنة فأنا بطلع زكاته في رمضان فكان أختي حصل عندها ظروف وخذت مني مبلغ غير الزكا أحسب المبلغ ده ما الزكا ولا طلع الزكا لو سمحت طيب أنت بتقولي دلوقتي أن أنت عايز تسقط دين أختك من الزكاة صح كده؟ أه هي خذت مني مبلغ كان عندها ظروف أيوة يعني فده دين عليها؟ لا 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 أنا عاوز أحسبهم من الزكاة ينفع ولا ما ينفعش طب عليش الفلوس اللي انت الدتالة ده اسمه دين صح؟ لا أنا مش من دوله على أساس دين والله يا مولانا وما من دوله على أساس إيه؟ على أساس إنها كانت مزنوقة وأنا كم ربنا موسحها علي فالدتالة على سبيل الهبة؟ آه مش عاوزهم بس يعني دلوقتي أحسبهم من الزكاة ولا ما لازم لا ما تحسبهمش لأن انت لو كنت اسمعني بس اسمعني يا أساس معتز خب لو إنك إنت كنت اديتهم لها بنية خدي أختي ماشي أمورك ودي هدية من أخوكي اديتها لها كده يبقى خلاص ده مال وربنا يكتبه لك صدقة ويكتبه لك ثواب والثواب باتنين ثواب الصدقة وثواب الايه؟ وثواب كمان الايه؟ وثواب القرابة وثواب الصلة لكن إنت لو اديتها الفلوس دي على سبيل الدين والدين ده مفروض تسددولك بعد شهر اثنين خمسة بعد سنة فأنت وبتسألني بقى هل يجوز أن أنا أسقط الدين ده من زكاة المال بتاعتي إذا كان الشخص اللي انت مدينه ده من المصارف آه يجوز أن انت تبنية أنك تسقط هذا الدين ويكون اسقطك للدين دوت من إيه؟ من الزكاة لكن الحالة بتاعتنا دي مش كده فأنت مش هينفع تحسب ده من الزكاة لأن انت اديتها الفلوس عشان تزاعدها وديتها الفلوس دي على سبيل الصدقة فمش هينفع نخليها من الزكاة نعم في سؤال وصلنا بتقول زوجي شديد الغضب في رمضان وهي لا تستطيع أننا تتعامل معها في رمضان يعني في رمضان زوجها ما بتعرفش تتعامل معها أول شيء لابد أن احنا نجلس مع بعض ونتكلم ليه؟ نتكلم تحقيقاً لمسألة النصيحة الدين والنصيحة فنتكلم جزء من النصيحة أن أنت تعرف بعض الأحيان لما يكون المنصوح اللي أنت بتقدم له النصيحة قريب منك بيبقى مهمة أو تتعرف ده وفعه في غضبه لأنه ممكن ده وفعه في غضبه تكون متعلقة بيك أنت أو متعلقة بشيء أنت ممكن تحله لأن في بعض الأحيان الناس متصورة أن النصيحة أقول كلام لله قدامي بس فكلامي يبقى زيادة وعبئة عليه فإحنا نجلس عشان نشوف إحنا إيه اللي بيخليه يصل إلى هذا الحال من العصبية في رمضان لعله أنا بعمل شيء أو لعله الأولاد بيعملوا شيء أو أنه هو بيتضغط أو عنده مشكلة فيه وسواس اسمه وسواس الصيام معروف بيكدر حياة الإنسان في الصيام فإذا كان ده وهو محتاج مساعدة نساعده ثم بعد ذلك إيه اللي حاصل نحسسه بالطمأنين أنه إحنا عا نكون جنبه وعا نساعده وعا نساعده لغاية ما يتخلص من ده الأمر الثاني التجاوز التغاضي لأن في بعض الأحيان بيبقى عصبية الناس لما الناس توقفوا صدق بيأزدادوا عصبية ولما الناس تطبطب عليهم وتحن عليهم بتذهب عصبيته أنت ده كله وإنت ما قلتش حاجة ليه طبعا هو عارف أن الغضب بهذه الطريقة ما يتناسبش مع الصيام اللي هو في الحقيقة الصوم نصف الصبر فهو لو صبر فهو بيحقق أحد مقاصد الصوم فهو يتق الله سبحانه وتعالى ويمسك نفسه وعليه أنه هو إذا حدث له وبدأت بوادر الغضب يقول الله عشر مرات كده قبل ما يتكلم قبل ما يفعل ويهدأ ويجلس إذا كان قائما ويمشي إذا كان قاعدا وهكذا يفعل هذا وإن شاء الله يذهب الله سبحانه وتعالى عنه الغضب نعم أستاذة ريهام من دميات تتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أزاي حضرتك يا مولانا كل عام حديك طيب وحديك طيبة وبصحة وبسلام يا فندي ربنا يحفظك يا مولانا على عمل الطيب لو يكتب أجرك يا رب يا رب أنا وأنتم يا رب العالمين أنا فعيلة جدا بالعمل دوت وفعيلة جدا بالمواضيع اللي حديك بتعرضها لأنها بيتمسنا كلنا من غير ما نطلبها ربنا يكرمك ويبارك فيك الله يرضى عنك ويجعله في ميزان حسناتك يا رب أمين يا رب وما حبناش من بركة علمك يا رب يا رب الله يعز حداتك يا رب أنا ليس سؤال اتفضلي عندك سؤال اتفضلي يا أستاذ ريهام أنا وانا بصلي أنا مش برفع إيدي سائل وانا بكبر غير لما بس في الأول خالص لكن في حولي بيكبر كلما الإمام يكبر يعني برفعوا إيدهم كلما الإمام يكبر في الصلاة؟ في أي صلاة؟ في الصلاة الجماعة يعني ولا في صلاة الجنازة؟ لا لا الصلاة العادية مش الجنازة طيب طيب وهو كذلك أنت عايزة تسأليني ايه الصح في الاتنين؟ أنا عايزة عارف أنت بالضبط واجب وإمتى مش ضروري أرفع إيدي حاضر لأنهما بيرفعوا وغير قامت لغبطة حاضر أجاوب حضرتك حاضر أجاوب حضرتك ليس هناك أي رفع في إيد في الصلاة واجب خالص ما فيش أي رفع في إيد في الصلاة واجب كل دي سنن رفع اليد في الصلاة عند تكبيرة الإحرامة عند التكبيرات كلها ده سنن ولكن فيه أركان للصلاة ليس من أركان الصلاة خالص رفع اليد سواء حتى رفع اليد في الدعاء كل ده سنن وعشان كده العلماء لما كم يتكلموا في صفة الصلاة هتجد بعض المذاب لا يرفعون أيديهم لأنهم يرونها من الحركة الكثيرة في الصلاة السادة احنا فيه فإن اللي حاصل فما يرفعوش أيديهم لأن دات من الحركة الكثيرة في الصلاة ولكن السادة الشفعية وغيرهم يرون أن هذا مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن السنن للصلاة أن احنا نرفع أيدينا هكذا بمحاذاة الأذان والكتف عشان نكبر للصلاة فالتنين صح وما فيش حد فيهم صلاة أعتبطل يعني اللي مرفعش أيديه خالص ده صلاة مش أتبطل واللي رفع أيديه صلاة برضو مش أتبطل بالعكس الأقرب للسنة هو رفع الإيد للندوة اللي ورد عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الحاجة أمو محمود تتفضل حاجة أمو محمود أيها السلام عليكم فضلت الشيخ كل سنة حضرتك طيب وحضرتك طيبة أنا مسأل زي صحيتك عامل إيه فضل ونعمة الحمد لله الله يخليك بقول يعني عايزة أمو حضرتك سؤال اتفضلي بس أنا ممكن أطمع أن أنت توطي التلفزيون وتسمعيني من التلفون ماشي وطي التلفزيون يا وعد أيها فضلت الشيخ اتفضلي حاجة أمو محمود بطو حضرتك أنا يعني جبتك رجلية صوابعي بس اللي باينة ببامسح صوابعي بس بس ببضلي إيدي كده وعلى الجبس وبامسح هينفع الصلاة؟ هتنفع الصلاة وخاصة لو كنت حطيت الجبس على وضوء يعني أنت قبل لما جبست رجليكي كانت متوضية ولا لا؟ ها؟ لما كنت مجبسها رجليكي كنت متوضية قبلها؟ أيوة ما أنا مجبسها بقالها أي جبس خلاص يبقى أنت هتمسحي على الجبيرة وتصلي وصلاتك صحيحة إن شاء الله تمسحي بس لغاية موضع موضع المسح مش تمسحي كل الجبيرة لو كانت جبيرة لغاية فوق عشان بس كده تمسحي بس لغاية موضع الصلاة وصلاتك صحيحة إن شاء الله يا حجم محمود نعم أستاذة مجدة تفضل عليكم السلام عليكم عليكم السلام عليكم فضل ونعمة الحمد لله دايماً يا رب ربنا يسترع عليك يا رب يا رب العالمين يا شيخنا دلوقتي أنا وقتي غضر البنية ووكلة فلوسي وأنا بدأ عليها في كل صلاة يا أنا يا رب يض في كل صلاة بدأ عليها أنت بتأكدي تاني ما أنا أنا بست من جوية نار يا شيخنا جوية نار هي غضر لأنها كانت حقي وأنا مطلقة وأنا مطلقة يعني الفلوس دي كانت شركة بينكم وإنتوا الاتنين لأ دي كانت فلوسي وحقي أنا طب خدتها إزاي بقى دي كانت أمانة معيها آه يعني كانت أمانة كنت مديل على الفلوس تشيلها أمانة وبعدين أخدتها آه غضرت بي هي وأخواتي كلهم وقالتلك ملكيش فلوس عندي لا أخواتي ما فيش أي حاجة وبتاكل معي وبتشرب معي وكل حاجة وغضرت بي طيب أستاذة مجدر لا خرم علي أن أنا بدأ عليها في كل صلاة يعني ده مش الأولى الأولى والأحسن والأكثر سرطة الرحم أن أنت تدعي لها بالهداية وتدعي أن ربنا سبحانته الأولى أن أنت تدعي أن ربنا يرد لك فلوسك أحسن ما تدع عليها لأن أنت لو دعيت عليها فلوسك مش هترجع لك تاني ربنا استجاب للفلوس فهي راحت ففلوسك مش هترجع لك فيكون الحكمة أن أنت تدعي أن ربنا يرد عليك فلوسك ويهديها إلى سواء السبيل والأتنين دولا هم اللي يجيبوا لك فلوسك يعني لو دعيتي أن ربنا يهديها ودعيتي أن ربنا يرجع لك فلوسك دولا اللي ممكن توصلي بيهم إلى مرادك إن شاء الله لكن لو دعيتي عليها فرجعت لها حاجة فلوس مش هترجع تاني ودهوة اللي مناسب جدا جدا في مسألة ماذا؟ اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم قالوا له ماذا تظنون أني فعلهم بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم قال ذهبوا فأنتم الطلقاء فالسماح وأصلا من أعمدة قلب المسلم هو أنه يكون من أهل السماح ومن أهل اليسر كده ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرة بيوم القيامة فالله توكلي على الله وحصولي على السواب وإنت إذا كنت مظلومة عندك دعوة مستجابة فادعي بيها لنفسك مش تدعي بيها على حد تاني الحكمة بتقول كده نعم أستاذ رحمة تتفضل؟ ألو؟ ألو أستاذ رحمة سلام عليكم؟ أزيك يا صدرت الشيخ؟ الحمد لله فضل ونعم الحمد لله ربنا يكرمك يا رب الله يعز حضرتك حضرتك كنت عايزة تشارك في الموضوع؟ تفضلي بابا كان يعني كان بيحبني في الأول ودلوقتي مش راضي ليتكلمني ولا يسأل علي بعد ما جوز أخويا معايا في البيت كل ما كل ما يقوله ولا عادي بيقوله ليه مش بتكلمني؟ ليه مش بتسأل علي؟ مش بيرضى يقول لي ما تعدبنيش ما إيه؟ يقول لي ما تعدبنيش في حاجة ما تقول ليش حاجة طيب قالوا لي اسأل علي انتي مش لازم هو يسأل عليكي عشان الدنيا مش مضونة اندي متجاوزة؟ اه متجاوزة عندك أولاد؟ عندي أربعة عندك أربعة بتسألي عليهم كل يوم؟ لا هم صغيرين يعني اندي كل يوم بتعملي معاهم نفس الحاجة؟ لا مش كده؟ في بعض الحين في عائلات بتنسيها صح؟ بس مش كلي ده هو مش بيسأل علي خالص طيب دول الأطفال وانتي كبيرة طيب انتي بس عشان أخوكي سكن معاه فانتي فكرة انه هو خد الحب كله صح كده؟ بس كان بيسأل علي قبل كده سوال سوال مش انتي بتقول لي كده أخويا سكن معاه فخد الحب كله وما بقاليش حبنا صح؟ ايوة طيب جاي اهتمت بمراته وأولاده أكتر مني يعني وموجيش يهتم بيها ولا حتى يكلمني ولا يقول انت فين حتى لا بس انا عايز اقولك حاجة والدك الحمد لله انت بتقولي ان هو كان بيحبك وهو ما زال بيحبك بس هو في نفس الوقت هو كبر في السن فجهده ما بقاش قادر يوزع جهده فنعمل ايه بقى؟ لو انت بتحبيه هتعذريه وتعذريه وتعرفه ان هو حبك في قلبه زي ما هو لو بعد الشر اي حاجة مستك هتلاقي حبه ده وتبيزهر فتعملي ايه انت ايه؟ انت تستمر في حبه وتستمر في ده هتلاقيه بيحبك لكن انت طول ما انت بتقولي له كده وبتنتقديه وبتقولي له انت مؤثر معايا وانت بتسألش علييا وانت بتعمل كذا وانت مهتم بمرات اخويا انا حاسس ان في حاجة بينك وبمرات اخوكي ويعني بلاش ده كل خالص اكتر حاجة انت ممكن تحسها تحس بيها في الحب ان انت تحب اللي انت عايز يحبك فعبري عن حبك لوالدك وما تشيريش في قلبك ولا تشيري فهمك هتلاقيه بيقولك كلام احلى كلام بس انت بتبطلي بس الحساسية المفرطة دي وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكريمك ويجعل الخير كله ما تقليش ابوك بيحبك بس كل الحكاية ان هو الراجل انشغل دلوقتي بقى عنده قاعد في وسط عيلة والعيلة دي كلام ومعرفش ايه يدوب بيصحى من النوم اطفال ومعرفش ايه ومشكلات ما بين الراجل ومراته فيروح مراضي الست فلما يجي يراضي مرات اخوك عشان هو قاعد معاهم فانت تفتكري ان هو نقل حبه لمرات اخوك وده مش حقيقي هو بس بيحسن الى من ترعاه فهي دلوقتي قاعدة معاهم بترعافة وبيحسن اليها ادي كل الحكاية واللي حاصل لابد ان احنا نلتمس له العزر ولابد ان احنا نستمر في الاحسان اليه لان دوة اللي امرنا به ربنا وقاد يا ربك الا تعبده الا اياه وبالوالدين يحسن يبقى لازم تحسني اليه ربنا يكرمك ان شاء الله ويطيب قلبك ان شاء الله ويجعلك ان شاء الله من اهل البر ان شاء الله استاذة اماني تتفضل السلام عليكم اصدرت الشيخ عليكم السلام عليكم اصدرتك اتفضل يا فندم جزاك الله كل خير عنا يا فندم والله يرضى عنكم مبارك فيكم يا سيكت الله يخليك يا فندم فندم انا لي عند حضرتك سؤال انا كنت متجاوزة ودلوقتي انا مطلقة ولما كنت متجاوزة اعطيت زوجي دهب هدية وكنت انتظر مقابل هذه الهبة يعني الشيء من المواده والرحمة والتقبير وحصل المعاشرة اللي انا اتحرمت منهم في اثناء عشرتي معايا وبالرغم من ذلك لم اجد هذا لم اجد ما انتظرت منه هل من حقي استرداد هذه الهبة بعد الطلاق ولا ما ليش الحقي في استرداد الهبة باعتبرها هبة يعني هل شرعا ان انا لو طلبت بفلوس الدهب ده تاني او الدهب نفسه وهل استرددها دهب ولا استرددها قيمتها فلوس في الوقت الحاضر اللي انا اطلقت فيه اجاوب حضرتك يا استاذ اماني اول حاجة انت فعلت الخير واخذت عليه السواب فخلاص مش هيين فعلا ترجع في هبتك والهبة ديت ما كانتش هبة السواب يعني ما كانتش الهبة دي انت مندياله حاجة عشان يديالك حاجة ده مش عامل زي النقطة في الافراح ولا اي حاجة انت اديتيله الفلوس رجاء ان قلبه يرئ ويحن عليك وده اللي موجود في الهبات كلها تهاد وتحبه فانت اعطيتيه الهدية رجاء ان ايه ان يحصل لك الحب على ما قاله صلى الله عليه وسلم تهاد وتحبه فانت تديله الهدية واصدى ان انت تديهاله على سبيل الهبة وليست وليست هناك مفهوم اخر غير الهبة لا هي دين ولا هي قرض ولا هي اي حاجة خالص فاذا كان الكلام ده فخلاص الهبة ساعة اخذها دخلت في ملكه دخلت في ملكه وخلاص اما بقى اللي انت حضرك بتقولي عليه دلوقتي فانت عايزة ترجعي في هبتك ورسول الله ضرب مثالا لذلك ومثال ليس حسنا فانت بتقولي دلوقتي باعتبار انه مدنيش ان انا كنت محتاجاه فهل لي ان انا ارجع في الهبة دي تاني لا ليست لك ان ترجعي في هذه الهبة وهذه الهبة خلاص صارت هبة لا يجوز لك رجوع فيها يا سادة تعالوا مع بعض ندعي ربنا سبحانه وتعالى واحنا في ختام حلقة سلام الفضل نتعلق بفضل الله وبرحمة الله وننادي على الله ونقول يا سلام اللهم اني قد طرحت كل شيء خلفي وجئتك وحدي ارجو رضاك فان كنت موسيئا ولا احسن في عبادتي فاللهم اني اسألك ان تصلح ما افسدته وما اسأت وتوب عليه وارض عني يا رب العالمين وانظر الي بنظر اللضة حتى تشعل قلبي شوقا اليك يا سلام اللهم كان هذا جهدي وانت تعرف ضعفي ومتى يا سيدي عشت وحدي بلا مددك اللهم ادم علي نظرك الي واكشف عن قلبي وارفع عني حجبي حتى اراك في كل ما رأيت فاللهم اهدني اليك من اقرب طريق اللهم اهدني اليك من اقرب طريق وقل على الدوام لي يا ربنا حسن الرفيق يا رب العالمين اجعلني غارقا في فضلك واجعلني عبد فضلك يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين ترجم الى اشتركوا في القناة لقد انشتغلوا